لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة ويتجدد القصف على غزة فما الحل؟ المخططات على بلاد المسلمين مخططات كبيرة جدا وما يتعلق بفلسطين ما يسمى بصفقة القرن وعموما الذي نتكلم فيه هو بعض النقاط المهمة وهي هذا الضعف الذي أصاب المسلمين ما سببه؟ قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم إذن العلاج أن نرجع إلى أنفسنا أفراداً وشعوباً وحكاماً فنتوب إلى الله عز وجل توبة واجبة من جميع الذنوب والمعاصي ونتوب إلى الله عز وجل توبة مستحبة من التقصير والتفريط في حق الله سبحانه وتعالى هذا عموماً فانظر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركونهن خمس خصال أذي عقوبة عمة إذا ظهرت وانتشرت ما ظهرت الفاحشة في قوم قط ظهرت يعني عمت وانتشرت الفاحشة الزن والواط والسحاق ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأمراض والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا وما نقص قوم المكيال وما نقص قوم الوزن وما نقص قوم المكيال يعني مكيال والوزن إلا ابتلوا بالسنين الجدب كلهم وشدة المؤونة شدة المعيشة وجور السلطان وما نقص قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السناء فلولا البهائم لم يمطر وما خفر قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم العهد هنا المقصود بالدين يعني ما نقض الناس العهد الذي بينهم بين ربهم سبحانه وتعالى إلا وجعل بأسهم بينهم وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه الأولى وما خفر قوم العهد عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً أخذ بعض ما في أيديهم إذن تصليط العدو ما سببه؟ أن الناس ينقضون عهد الله هذا هو سببه ينقضون عهد الله وعهد الله هو دينه ولو نظرت في البلاد التي أصابها ما أصابها وبحثت في ذنوبهم ستجد ذنوباً عظيماً في هذه الدول أياذاً بالله كان منتشراً سبب الله وليس سبب الدين سبب الله فيكون هذا من العقوبة التي يعاقبهم الله عز وجل بها مع أنهم مسلمون والمسلط عليهم كافرون لكن هذا تصليط كما قال الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً سلط الله على بني إسرائيل من؟ سلط عليهم كفاراً وهبانوا إسرائيل كانوا مسلمين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له لما ظهر فيهم المعصية وظهر فيهم الطغيان سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فقتل رجالهم وجاسوا خلال الديار بلو الوعد الثاني وجعلوا بيت المقدس خاون على عروشه وشرد بني إسرائيل في الأرض هذه عقوبة تأديب من الله عز وجل لعباده لأنهم عصوا ربهم عز وجل إذن لا بد أن نبحث عن السبب ونبحث عن العلاج الحقيقي نبحث عن العلاج الحقيقي بحيث أننا نعرف الداء ونقول ما الدواء وما لم تعمل أئمتهم أي حكامهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم البأس ليس على العدو إنما البأس على بعضهم البعض وفي روايات إلا فشى فيهم الفقر إذن الذنوب والمعاصي إن تاب العباد لربهم سبحانه وتعالى توبة بشروطها صادقة نصوحا تاب الله عليه وغير الله أحواله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صليب الصلابوت الذي يزعو من نصارى أن المسيح عليه السلام صلب عليه وكان بأيدي الحروب الصليبية الصليبين عندما أتوا بلاد المسلمين وضعوه فوق قب مسجد قبة الصخرة كم سنة؟ واحد وتسعين سنة واحد وتسعين سنة الصليب فوق قبة الصخرة والمسلمون مستضعفون لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا بل لما جاءت الأنباء إلى مساجد المسلمين ظل المسلمون في مساجدهم يبكون ثم لما رجعوا لربهم عز وجل هيا الله للمسلمين دولة آل زنكي وآل أيوب ورجع بيت المقدس إلى المسلمين وطهر من دنس الصليبيين بعد كم سنة؟ بعد واحد وتسعين سنة بعد واحد وتسعين سنة أنذر الذين مد بعد واحد وتسعين سنة اليهود محتلين فلسطين كم سنة؟ أول ستين سنة أول حاجة وستين سنة ما وصلوش لواحد وتسعين سنة الصليب كان مرفوع في قبة الصخرة واحد وتسعين سنة ولما رجع المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى بدل الله عز وجل أحوالهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإن غير المسلمون أحوالهم وتابوا لربهم عز وجل تاب الله عليهم الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا لعله هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى إذن ده السبب الأول هذا هو السبب الأول وهذا يحتاج إلى تذكير وإلى دعوة إلى الله سبحانه وتعالى تذكير ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى هناك بعض الناس بيتخذ الاتجاه الثوري الصدامي العنيف أو سقوط الدول من داخلها والأنظمة من داخلها يظن بذلك أنه يصلح وما هو في الحقيقة إلا لبنى في المخطط العالمي لاحتلال بلاد المسلمين وتقسيم بلاد المسلمين والضغوط عظيمة جدا على مصر والسعودية خصوصا ضغوط عظيمة جدا ويتكلمون عن أن السعودية عليها الدور في التقسيم والتخطيط ويظن من يتكلم أنه بذلك ينص القضية لا وهذا الكلام يصب في صالح الأعداء وليس في صالح المسلمين قد يوجد ظلم قد يوجد فساد لكن لا ينهى عن ظلم بأظلم منه ولا عن فساد بأفسد منه وإنما ينبغي أن تصبح وأن تتكلم بالكلام الطير فهذا هو الذي ينبغي ينبغي تذكير المسلمين بالتوبة والرجوع لله سبحانه وتعالى والتوبة الصادقة المخلصة الصالحة هذا ما ينبغي أن نذكر به وأيضا ينبغي أن نبشر اسلوب الإماتة النفسية والهزيمة النفسية ليس بسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بطريقة القرآن ولا بطريقة القرآن إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله وقال مفاتيح الشام إني لأرى قصورها الحمر من موقفي هذا ثم ضرب ضرب ثاني قال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس إني لأرى قصرها الأبيض وهو قصر كسرة من مكاني هذا وقال الله أكبر ضربة ثالثة انفلقت السقرة قال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن إني لأنظر إلى أبواب صنعاء من مكاني هذا صلى الله عليه وسلم فكان يبشر صلواته الله وسلامه عليه التبشير هو الذي يحيي النفوس ونعوذ بالله من حالة الإحباط نوحده لك أنا محبط كلمة دي كلمة غلط شرعا كلمة دي غلط شرعا المؤمن عنده حسن ظن بالله مهما إذ لهمت عنده الخطوب سيجعل الله لها مؤمنه له منها مقرجا ومن يتق الله يجعل له مقرجا وارزقه من حيث لا يحتسب المؤمن في طريق الأمر لله ليس لنا التمكين بيد الله ليس لنا يمكن الله عز وجل لمن يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى وليس ولسنا مأمورين بالتمكين نحن مأمورون أن نعبد الله وأن نسير في طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركنا عليه هذا ما أمرنا به شرعا فنسير في هذا الطريق ونحن عندنا حسن ظن بالله وأمل عظيم في فرج الله سبحانه وتعالى عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده المحسنين فنسير في هذا الطريق ونحن موقنون بنصر الله وأن هذا الدين ظاهر ومنصور يقول الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر هذه المحاولات التي نراها انظروا لقول الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم عام زي الواقف قدام ضوء الشمس وعمل ينفخ فيه عاز يطفئ نور الشمس ممكن يطفئ نور الشمس هذا أحمق هذا سفيه لا يمكن أن يطفئ نور الشمس بنفخه هذا ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره يعني ليعليه على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المشركون فكل دي محاولات يأسة ولا يرجعون منها إلا بالحصر والخيبة إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصر ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون نعوذ بالله الأعشى في معلقته وصف وعلا أحمق هذا الوعل بينطح في الصخر عازي كسر الصخر فبيقولي وناطح وناطح سخرة وناطح يوما وناطح يوما سخرة ليوهنها فلم يضرها وأوهى وأوهى قرنه الوعلو هو عمال ينطح في الصخرة ضرها في حاجة هو اللي ضر نفسه هو اللي أوهى القرن بتاعه الإسلام ده حصن عظيم جبل أشم لا يمكن أبدا أن ينال منه أحد دين تولى الله حفظه ونصره وهذا الدين ظاهر ومنصور وإنما الأمر كله هو تأديب من الله لعباده لما عصوا فإن تابوا وأنابوا لربهم عز وجل غير الله أحوالهم وابدلها إلى ما يحب ويرضى وهذا والله ليس ببعيد هذا ليس ببعيد عندنا حصن ظن بالله عز وجل ونحن عباد الله أمرنا بيده لا نملك لأنفسنا شيئا يفعل الله ما يريد ونحن مع العبادة مع العبادة ندور حيث دارت محيث دارت صراء شكرنا ضراء صبرنا وهذا أمر المؤمن الذي يتعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلنا ذلك وتبنا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى بدل الله أحوالا والأمر الأخير الحذر من الفرق التي تنتسب للإسلام وهي فرق هدامة وهي فرق مبتدعة أو فرق يا ذنب الله في يد العدو على المسلمين خاصة الشيعة الشيعة خنجر مسموم في ظهر أهل السنة في ظهر بلاد المسلمين هم يد العدو الذي استخدمها في العراق وفي سوريا وما زال يستخدمها في اليمن ويستخدمها في غزة ولن يكن نصر بوجود هؤلاء الناس أبدا لذلك النصر بالتزام ما ذهب أهل السنة والجماعة سلفون الصالحون قال الله عز وجل في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين محسن أولئك رفيقا وقال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون بإجماع المفسرين أن المقصود بالناس هنا هم الصحابة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس لهم من الصحابة فإن آمنوا مثل ما أمنتم بيه فقد اهتادوا قالوا أنؤمنوا كما آمن السفاء ألا إنهم هم السفاء ولكن لا يعلموا كيف نرجو نصرا ممن يسب عائشة رضي الله عنها وحفصة ويسب أبا بكر وعمر كيف نرجو نصرا ممن يقولون بردة الصحابة رضي الله عنه كيف نرجو نصرا أصلا من الذين يسمون أهل السنة نواصف ويقولون بوجوب قتلهم وقتالهم إن تمكنوا من ذلك كيف نرجو نصرا سبحان الله إنما النصر من عند الله بطاعة وطاعة رسوله والتزام طريقه صلوات الله وسلامه عليه كل الطرق مسدودة عن الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل أحوالنا إلى ما يحبه أرضه ونسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه أقول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك لهم وبحمدك أشهد أن لا الله إلا أنت أستغفرك أتوب إليكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين